مساء الخير من القناة الثانية دوزام هذه المرة على بركة اللاحصة جديدة مع الرمضاني شكون مع الرمضاني في هذه الأمسية ممثلة ومخرجة وكاتبة سيناريو من الشاون ملأت المجال الفني شغبا ومشاكسة حاضرة في تلفزيون في السينما وعلى المسرح ولأنها حاضرة أيضا في رمضان سنسألها عن حموضة حريرة الانتاجات الفنانة سامية أقريو مع رمضاني سامية أقريو مرحبا بكم على الرمضاني أعطي مدرية ديك لا ولكن رحبت بي مزيان مشاكسة وشغبا وحمو بطل الحموضة مش غادية أجي مشي بحالية سامية أقريو مرحبا بكم على الرمضاني شكرا سيدي الفاضل ردوان الرمضاني ومع الرمضاني وخانا ما كنخاف ما كنحشب هذه معروفة عليها ولكن كنخاف وكنحشب منك للأسامية سبحان الله جوابك علينا ليش عن نطيقه أفلي فلازع ما غاليش بدكو صحف ياكا خاي والله العاطم لا أدافع عن نفسي مثل كل الناس وصفهم ولكن قلتي مشاكسة وشغبا ونسيت إبداعا كذلك آها والشغب كيشي إبداع كثير من الشغب والموشا كاسة أنا كان حب الشغب طبعا والموشا كاسة شفتك بعين الرحمة للأسامية ولكن شكرا والله ما كبرتي قوله عوضو بلظيفة أنا شفتك بعين الرحمة ماذا لهون الشاون وصفة هذه ولا شنوه؟ يمكن القصة عندها علاقة بالماء المقي والصافي والهواء المنعش للمدينة وروح المدينة طاهرة الله 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 ما تكتري عندي علاقة غريبة مع الزالة والثاء ما تكتريش بيوم الله يعطيك السراد المارض على ذكر الشاون الذي سميهه ماذا مقلقين منك شي عيلات ديال الشاون؟ لماذا؟ أنا واحد الشاوني قال لي يا تزاف ديال العيلات ما عجبهم شي الحال لأنك فمو سلسلة للمنا أنا صورتهم على أنهم كي قلبوغا على الزواج وعلى الرجال وعلى ذاك شيء ولا فهموك غالات واقعي صورتهم أنا قال لا يمكن هذون ناس اللي كتخلطلهم الفيكسيون مع الواقع هذيك قصة هذيك قصة ما عندها علاقة بالواقع وللأسف نحن نخلطوا هذه المسألة هذي نقرأوا رواية ما نقولش هذ الكاتب أو هذي لغو موسيك يحكي عني يارا يحكي رواية من حياة ونقوا ونخلطوا في هذ شيء مش يمزيان هذه القادية نفعتي الشاون شي شوية للا ساميه؟ المشي لك يقولوا لا نكروا ونعطي شيء آخر هذي نفعات ثامية أقاريو في المنتوج نفعاتا كذلك القاناة الثانية لأن بفضل هذا المنتوج اللي داست في رمضان ألفين على ما أظن ألفين وطماش والسلسي الثاني في ألفين وطلتاش ثارت السلسي لانتباعها لجمهور ولمدينة في وسط الجبال في الشابال اللي كانت لذلك الوقت ماشي معروفة بزاف. وحبوها ومشوكي اكتشفوها. وفيما كيوصلوا لشون كيسولوا على بار للمنانا. ماشي سامية أقريوك تتعب بنوع من التعصب مع الانتماء ديلها؟ ماشي تعصب. ماشي تعصب معا نقولوش تعصب. ولكن كيقولوها لأن ميكت تكون واحد المنطقة عريضة يمكن للتهميش مدة وليست بالهينة. ويمكن بدأت هذه القضية منذ سنوات الرصاص على ما أظن. كنت تقول أنا في المغرب وتأنا نعترف بي كمواطنة مغربية وكمدينة مغربية. خاصة يوصلها تهي الانتعاش الاقتصادي وكل شيء. فمنك تجي تقرأ في الربعة تجي لدار في الداخل كيف ما نقولو وسط البلاد. ينعت بأنك هذا الآتي من الشمال. وما فهمت بحل يمشي دولة أخرى. هذا هو الإحساسي. أنا لا يمكنك أن نأتيك طالبة أو كطالبات في الأول. ولكن لهجة والتعصب هذا. حيث بديت في الميدان الفني. وكي يكون أن المجال الفني يجب أن يكون فيه الناس يضربوا بأحد اللغة معينة. يتيهر السي هذه الحالة. أنا حتى كان بإمكاني تأنا صوب إسنامي وفوم وقائد ولي كان شباه حل هذوك الناس الذين يزوروا الفيزة. ولكن جاني شيئا ما وحتعصب. وقلت لا أنا سننعمل أعمال تنتمي إلى المنطقة. لأن ثلث المغاربة كيف ما نقول دائما تهما من من منطقة الشمال. ويعتزوا يشوفوا تهما. كل واحد بله شو كل واحد ثقافة. وهذا الذي يشكل غنى ديال البلدنا الحبيب. الحمد لله. طيب دابات بارك الله لله السامية رجعت من القيد وما تدير المجال الفني. في المغرب. لا. القيد وما. ما بغيش نقول سحاب من عام ولكن على كل حال. كل ما بغيتي يعني. ومن أصحاب حتى على الأجور. تبارك الله لله مزيد وبارك. ولكن رجعتي كتديري كل شيء. ما هو هذا كل شيء؟ الكتابة الإخراج هذا المزج التعدد نقبول في المجال الفني؟ نجاوب دبعا. طبعا. أنا كنت أظن سؤالك غير منطقي. ممكن. أعطيني غير جاوب منطقي. وقعا لأنك تدد على التعدد وصفتيه في الأخر أنت تنقتي مع رأسك في المجال الفني. أنا كنت أمي إلى المجال الفني. المضمون هو المهم. أما الشكل نقدر التعبير الفني ديالي يأخذ وعاء. أو شكل وعاء. كيف ما أبغى هذا الشكل وعاء؟. يقدر يكون في التمثيل. يقدر يكون إخراجاً. يقدر يكون كتابةً. يقدر يكون غناءً. يقدر غضاء. تشاهدني في تعبير جسدي في فن الرقص مثلاً. لماذا؟. كنت أمن بحرية الإبداع؟. كنت أمن بالتخصص؟. لا. كنت أمن بالتخصص في أي مجال الفن. أنا أشتغل في الفن. كنت أتأمن بحرية الإبداع وحرية تعبير؟. أنا أنت أمي إلى مجال الفني وأشتحت الشعبير. أنا نسمى الإبداع. كنت أمي في الفن؟. لا. لا. نفس المقاربات. أسمح لي الإنسان يتطور في حياته. وأنا مبدعاً. والمبدع يقدر اليوم وأجته رغبة أنه تعبيراً عن فنه وعن موهبته. أرشق له يرسم لوحة. أعلى ما سأتمنعني؟. أرشق لي أنني نحفظ بيت من الشعر ونلقيه بصيغة معينة فوقها خشبات المسرحة. تحدم من عكيداً. تعدد في المجال الفني. هذه السؤال تتطرح عننا فقط. غيرنا. العالم كله. ومشي في أي بلد سألقى الفنانين. ترى مليون ممثلين. تقدر ترى غدام وخارجين. داروا الأوبرا. أعلى الله. هذا شيء نحن نقوم نقش في المضمون. نقوم نقش في الشكل. أعطي المضمون للأسامية. وللأسف لا أقول لي هذا الإبداع الذي أقدمه لك. ما أعيش بك أو لا لا. ما أستهل أنني ندوز في تلفازة أو لا لا. أنا عندي فيها عبو لا لا. وأعطيني النظرة لك ثاقبة تبارك الله لي. لا ما ثاقبة ولا فتساعة هذه للأسامية. أنا لا أقول لك أنني يحتاج المقد ديالك. أنت في المحامات وفي الترافع أمام القضاء. كثيرا الدفوعات الشكلية يحصلون للجوهر. نحن نقوم بالدفوعات الشكلية ونحصلون للجوهر. هذا السؤال يكرر دائما وأبدا. وتمني أن نأتي عندك ولم يتطرح. لا لا يمكن. يجب أن تفرح بي. يعتزوا بالنوع من الناس الذين يحاولون أن نبدأوا ونجددوا من رئيسنا. هذا التعدد وهذا التجدد وهذا الإبداع في رئيسكم للأسامية. كان طريقتك لتخلص الإنتاج والمخرجين. لا يحاولون عليا أو لا يريدون أن يحاولون إيقراجون لخدمة. في إطار المنطقة وفي إطار المنطقة. لا أحتاج لجهد ذلك. لا 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 لا. لا يوقفنا على ذلك المبدأ. أزوي أنت هو. ولكن أنا أؤمن بمبدأ الجهاد. حقيقة نستطيع أن نختار ممثل أحياتي كاملا. ونستطيع فقش الهاتف في الرن ويأتي معاد ومطلقة بالمخرج وهذا الشيء باقي يعجبني لأن مؤخرا أنا شغلت كممثيلة مع الصديق علي المجبوض في المستسلة اللي ستشوفه الآن وكان دوري فقط أن نحس بالمتعة كذلك ولكن في هذا العام من الشهوري اللي عملت وعادة الحاشة الشهور آخر سأخذني ندرس سأخذني نبحث نعمل أشياء أخرى مع مقاش كنستطيع فرصة جيني خلقت أنا الفرصة الرأسي وانتي عاش وغينة ويحسسني أنا عايشة وأنا باسيوني أنا طموحة وبغى نعمل أشياء سبارك الله عليك وسأخذ أنا شخص فقت لك دعيال الله لا أعرف رجعتي بحتي للساحة بزاف أو سامية فينا نلقاه وخة هذا أنا أشترح لي أنا أشترح لي بومادا صفرة بعد أول لا 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 حاشو شخص بومادا صفرة معنا العلم أن بومادا صفرة ركت نفع بزاف ونفعات نهاء ونفعات أجيال ماشي من منطلق أن أقول لك عليك حضرة بزاف ولكن الحضور ديالك وانت تحضر على الاحتلال لا سي رضوان وعيك صحة والاحتلال رأيك واحد الكلمة شويش قصحة أنا أقول لك واحد الحاجة حسبت لك حد الأعمال كينفت الفزا في العام وشوفش حال أنا عندي من الأعمال إذن قولوا حضور قوي؟ يمكن البصمة ديالي قوية هناك أعمال وأعمال لا تترك بصمة أو لا صادة يمكن أعمال تترك صادة أكثر وبذلك البصمة تكون أقوى من الإنتاجات أحيانا البصمة تكون أقوى من لحد الآن الناس يتلقوني في الشارع أو في الملتقيات يهضروا على الأعمال التي بقاتت في الذاكرة بحال بنات للمنانا صافيا والحسين إذا غير ذلك هذه أعمال كانت من زمان وباقى حضرة والقناة تبارك الله كتعودة وكتعودة فكتبقى لسقى في الذاكرة سواء في المغرب أو خارج المغرب تربوا معنا أجيال أنا دبا يتلقوني شباب وشبات يقولوا لي كبرنا معك في القلب على كل حلم أنا أكبر منك أنا أكبر منك شنو البصمة ديالسامي أنا مبغيش دبا نحكم أنا صدق صدق شنو كيميزك على ما تبقى أو لا في الوسط الفن بالفرنسية كنقولو يعني ما يمكن خسني نحكي قصة للناس اللي خسن تكون عند البصمة ديالي مدرهاش أي واحد درتها بالشكل ديالي نحكيها بصدق نحكيها بالشكل فرجة ويزوين ونقربها للناس والناس قالوا محفورة في الذاكرة كيكون فيها شيء ما من هويتنا الجميلة شيء ما من تراثي عصري كمغي نقص مواضيع مختلفة وخانات مختلفة 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 بالمنطقة اللي كتخدم سميان باعتبار أنه كتركز على مجموعة من الصديقات أو الزميلات اللي كتشتغل معهم دائما نتنا عندك في الفريق العامل الناس كتخدم معهم طبعا ياك ووش كتبدلهم كل أسبوع ولا كل أشهر هذك الكليكة اللي انت كونتها من غير أنا الإخلاص والموضة كين أشياء أخرى اللي هي الاحترافية هرى ذك شيء ما كيجيش بالسهل باش كون واحد الفريق العمل كيطلب منك ساعات وسنين وأيام من الاجتهاد والعمل باش كتولي الانسجام في ذلك لاش حنا غادي نمشي نهرس هذي الكليكة ولا هذي الفريق العمل وندير أنا مع الاكتشاف طاقات اللي ندير ونهرسوها لشي نخلي ولا كليك ونجيب طاقات جديدة كتضخ النقص كندعموا الكليكة ولكن بعد المرات المفهوم دي الكليكة كيهرس الإبداع فنانة ومبدعة ومخرجة وسيناريس ويشي كامل أهضرين المجال الفني السامية طالب ولكن نهضر عليك بالمنظور دي أنا لن أعمم المشكل التي يقع لدينا المغاربة نعممه بزاف هذا هو المشكل لا يمكن أن نعممه مليك نقول بأنه الانتاجات يكون فيها البيستان ونعممه مليك نقول بأنه باك صاحبية ونعممه هذا ندرك بالغرب كيف ما كنا في سياسة في التعليم في الكرة في أي مجال كينا ناس ولكن نحن لدينا الوجهة التي نقول أو تدير ما عندك شلو يفو لدينا بعض مرات يريد أن أنا عفاك بغيت نشتغل أفك بليزيا ولكن نجرؤ ونقول لديك الناس مثلا ما يمكن كون سباع وكني كون كون تدير خدمة مرحبا بابي فهمتي كتبان وردك شي يبني الناس عندك ولما عندك ما فهله بسطولة أو الوراء وراء عملي كمش نشوف التلفازة بعض المرات كنشوف المستوى دي الأعمال ماشي كلها ماشي كلها طبعا ماشي كلها زوينة أنا قولي فيما يتعلقوا بي أعطيني مثل بالضبط وأنا نجوبك على قيدومة ومن القيدومة زوينة من القيدومة القيدومة ما العرف ما ندير جانب إيجابي أنا أول مرة تلك التلفاز هذه 30 عام كان عندك 3 سنين ونص رمضان هذا العام إن شاء الله يدخلوا عندنا بالصحة وعافية بخفض الأسعار تهوى عملي عندي أعمال في قناة الثانية عندي شريط تلفزي بالنسبة لبرامج شبكة البرامج هذه السنة يقدر يدخلوا جد الأعمال فيلم تلفزي وسلسلة صفي سالينة أسبوعية أشخلت لنا أخرين لا كاين تبارك الله شبكة البرامج عمرة مصبحت بالعكس أنا عندي سامية هذا كان قلو شريط تلفزي يعني استويعاد المقنة الحضور ديلك في رمضانات الأخيرة بقوة والله يتضررني فراسي علش أعطيني مثال لا علش تبط سامية أقريب كيف ما ما فهمش لا ما فهمتش وش كينا سامية أقريب أجن أجن جبدو الشبكة تبارك الله ولما نذكر الأسماء ونقول وش كينا سامية أقريب أم كينا أسماء عديدة محابت حين أجن أقول لك واحد لهذا درام أجن أفترض كينا محابت هذه العمل التي تقدم الأخت لا يحجب لن يدرب رأس يبصيغة لا هذه العمل التي تقدم سواء ناجح أو لا وقبل الناس أو لا ها هو الذي يحابك أو يجيبك لأجل عيونك أو هكذا لا لا أخرج وزيد لما لا هذا خطأ شائع جدا العمل الذي كان عندي العام الفائد هو مسلسة 30 حلقة دي باب البحر أصلا كان 2020 ودست 2021 بسبب جائحة كورونا وكانت توقف صور وحكيت مرارا وتكرانا يعني في عامين هذا عمل واحد وكم مخرجة هذا لشارة التلفازي فقط ونحن نعد ونعد ويرا كل شي يبقى في أنت الشرح لي للضيط والعمر كيف تنتق الأعمال حيث نحن نتفرج نستهلك نقول هذا حامض بعض المرات نقول هذا ما بيش بعض المرات لكن كيف تنتق الأعمال بغيت أنت تدري أعمال في قناة ثانية أو قناة أخرى كيف نس يجمعون في القناتين بجوج كيف ينتق هم ما نعرف ما مسؤولية لي كيف توصلوا بطلبات العروض التي يكون فيها كل شي يفصل وهذا نحن نكتب ونضع شركات الإنتاج هذه اللجنة تقرأ وكتقول هذا صالح أو هذا ما صالح وللأسف لم تستطع الدبنت تستطع على الأعمال سوف هكذا الأعمال لم تستطع تنتق تنتق رفضوا أعمال أما ترفض لك عمل سامية مثلا يقوت عن برد ترفض ترفض في واحد العام وتقبل مع شركة وتقبل مع شركة أخرى نفس العمل نفس العمل مثلا نعطيك مؤخرا تقريبا جوج ولا ثلاثة الأعمال رفض ذات زعم لا يمكن أن يتطلع عنه ودائما تنتق الأعمال ولكن يكون شركة في هذا هذا حكم خاطئ ولكن الحكم للجمهور ربما هو أنه الوجوه تتكرر خصوصا نفرم ده لا وديش حال عندنا من وجوه أصلا الله يخلينا بوجه واحد لا لا إلا حسبتنا ولا عدتنا لا يمكن الوجوه تتكرر نتمنى ونكتشف وجوه جديدة وفي كل أعمال التي نقوم بها على الأقل وجه لجوج ولا ثلاثة يكون جداد نريد موهبة دائما عننا في سياستنا الفنية دائما تتفرج فرمضان في الإنتاجات الرمضانية سامية لم أرى في كل شيء صراحة هي هذه لماذا؟ لأن شهر في رمضان نريد أن نرتاح ونبعد على التلفاز ونرى بعض الأعمال التي نكون مصطرة سنرى لم أرى لم أرى من النوع الذي تفرج مع المغرب لكي يضحك وراء أنا ربت أسرة خصمي ننوض ونشيل المطباق ونجي ونقلس لم أرى لم أرى واحد ساعة هكا نقول واحد ساعة المغانا ممكن تعرف ماذا نقول عن ذلك شيء في رمضان أنت أو ما هي هذه تقديم حمضة والحمودة عاود ثانية وما أريد أن يحجر إلينا أريد أن يحجر هذا أريد أن يحجر هذه الكلمة وللأسف أريد أن تشائعة والناس يقول غيبش يقولها ونقرأها في المواقع للتواصل أريد أن أريد أن حمضة يقلب تلفاز تلفازة لا يوجد القناة الثانية والأولى كانت بزاف القنوات وكانت الرابعة الثقافية وكانت السادسة التي فيها برامج دينية وتلاوات القرآن كانت ناسيونال جيوغغافية كانت بزاف القنوات أريد أن نحتل كتاب قدر نعمل كتفازة بحال هكذا رمضان يعجبني نقرأ وتشبر رواية وتشبر كتب وتتقاف بها راسك لماذا توضع راسك في ذلك الوزيشون ديال هذي شي حامض وما تفرج تفير وشي القراء كتاب وتدير خير فراسك وفي الأمة أنا مغريبي وهذه التلفازة ديال البلادي وتلفازة رسمية وعنها واجب علي نستحق قبل قرب نستحق تلفزتنا نستحق كورتنا نستحق سياستنا هذي كينطلق نستحق قرناني ديال هذي اللي اعطى الله تشبهنا كينطلق التلفازة اللي تشبهنا بغينا التلفازة في حال اللي نشوفه عند الناس وعطيونا الفلوز اللي تتعطى للمنتجات الأخرى كم قونا نطيحه في المقارنة هذي اللي يقتني وش تعرفوا اللي يجي باش كيتقام به الأعمال راح الناس هذي يقولون الحموضة وذي هذي يوقفوا معنا ساعة في صور يقول لك ما يمكن وش تتعذبو بحال هكذا راح تحسب لك ساعات العذب والانتظار والشمش هذي كمال ما يحسبك على واحد طابعا الباشار للانتاج لا شوف نقول لك الباشار ولا الانتاج راح راح كل شي هذي الباشار نيس كتلقاه في انتاجات عالمية وكتشوف المنتج كدير بمعنى بمعنى أنه مخلص بالقياس ومخلص قل نقوم نقوم وضع عشرة سنة في المقارنة الله يرحم الوالدين وكتقيل وكتقيل وكتفتي في هذه الكورة من صباح تلين وإذا نجد الفن راح نهضر على نفس الشيء أرى الدور فيك نشتغل صعيبة وصعيبة بزاف ما جيش أنا تحط لك أنا واحد الكازد الموت تقرر بالكازد البلار الذي وضعته دولة أخرى دولة تقرر ينضب هذا القطاع الفني وتوليد تلفز نزوينة وكتش بها بلدان أيوان نضب كيف ما نضب الدول الأخرى نحاول نفهم ما هذا تبرير فقط لا شرح واقع معين أنا أطلع لي هذا الوقت الإفطار في رمضان في راسي حي يجب أن نضحك ويجب أن نضحك مع المغرب ويجب أن نضحك المستشهير هو الذي يحط لي هذه البلاسات هذا بنتج حيث هذا يحط الطحن والسكر والزيت ويجب أن يخلص فيه المستشهير المنتج يريد أن يقوز معه الضحك لا يريد أن معه الدراما لا يريد أن معه التقاثة ولا يأتي شخص يقول بيت شعري لا يحط فيها المستشهير فلوسه حيث نحن شعب الاستهلاك فالشعب والناس والاستهلاك والمنتج هو الذي يقض فينا هو الذي يقض فينا العوادي عندما لدينا سياسة ثقافية واضحة في هذه البلاد ثقافية وفنية كذلك لا يمكن أن تقوم بإمكانك ما يدر في المغرب وقت الدرواء الأرقام في التلفاز الدنيا صفكه لدينا وعند الخطيئ لدينا جوج للقناوات لا يتحرر هذا القطاع تحرر الراديو عقل كانت لدينا راديو ولا جوج ما حال بالراديو واتدار وكان يقول الذي يريد أن تتعال الراديو كان يهضر على الكيكا وعلى القفطن كان يهضر مع السياسين وعلى الكورة وعلى الكورة أجل يقول الذي لا يريد الكورة يمشي للدين والذي لا يريد أن يقلب الكوزينة يقلب التعدد موجود والعرض موجود لدينا الدوزيم وعندنا القناة الأولى مديان تيفي بقيت متخصص فيما هو إخباري إي طوميو حسنا بزير دي القناة تخلي باش أنت ما تقنط مشاهدة تقول وعلى سامية أقريو عاو تاني عاو تاني عاو تاني نحن نشوف نحن نخاف ها نقلب البلاس أخرى لقى سامية أقريو عاو تاني علاش الله عندك مشكلة سامية أقريو خرج بسلام الله أنا مشكلة لأحد اللي عندي وكيفش ما كبرتش أنا دوو السؤال بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بي رب الشرق والعواشر هذه لأكوني عينينا ما خيبين شوفني بعين الرحمة لا بعين الرحمة قبل أن أعطي سامية بعض الأمور على الشاشة باش تعلق علي عندي سؤال شنا ودك اللي هنا هذا الويسام ملكي درجة ضابط قديم عرفت أنه قديم كيف تذكري في لحظة تسلم الويسام سامية أقريو لحظة زوينة تخليك تقول ما صار الفني اللي اشتغلت فيه لحد الآن معترف به المجهود اللي قمت يعترف به وكانت تكون لحظة زوينة حقيقة وكانوا بزاف كنا بزاف للفنان هذا النهار مرة أخرى سألتك سامية أقريو ونشوف ما على الشاشة والتعليق لسامية أقريو العنوان منقطاع دواء الأمينو كلوبيلين يهدي لحياة الألاف من مرضى نقص المناعة الأولي وانتي عندك معركة وكتب النيها دمين الفعل نعم كان جمعية هاجر التي تأسست في 2005 وأنا التحقت بهم في 2011 وطلبوا مني نكون عرابة الجمعية أو بما يسمى الماغين أنا من قبل الأعمال الإنسانية طبعا كل مرة كنت أشارك في عمل إنساني أو نوضح قولية كبيرة وعمرني لم أرد شي حاجة ولكن نهار قلت أن نكون قدها فكان لقائي مع البروفيسور بوصفيحة والأصدقاء هاجر من أجل الأطفال الذين يعانوا بنقص المناعة الأولي وهو واحد المرض وللأسف قليل منه الذي يتعالج كانت واحدة عملية تراعة نخاجر ومشين عند كل شيء والأغلبية يعيشون بهذا الحقنة الحقنة تعطيهم المناعة بشي قوم الأمراض والجراثيم إلى غير ذلك هذه الحقنة اختفت والسبب عملنا نداء وانت كنت من الصحفي نتصل بك وشكرا لأنك نداء وضحاته بوزارة الصحة وقعت بسبب الجائحة وبسبب هذه فرصة نقول للناس يمشوا ويعطيهم الدم كنت صنع من الدم لكي تساعد وفي العالم وقعت هذا حقنة ولكن الحمد كانوا عنا أطفال بزاف ومشي غير الأطفال تالبالغين عانوا الكثير والكثير نتمنى السلام عليهم إن شاء الله وكان ووزير الصحة ووزير الصحة ووزير الصحة وكما شكرهم نعم سبب رأيك لالله سامية نشوف مقطع فيديو كنضن عندي شكرا هذا المسرحية التي كنت عاملت على ساندريل يعني كنت تتكلم بطر يعني ملحظة مهم المسرحية أولا هي صامتة كنغالي موثيقة كنمشو على الأوزن دون موثيقة الخطوات ومشتر ومهم في الأول مهم كما كنت عارفوا صحيحة مهم ما أفرأتكم صرافات حال هذه أن بابا هجوج بواحد مرة أخرى مهم بك مرات بابا هجوج نسخد عن نقبة واخوتها عودا من المبهر كما هو من الهدف التربوي من الهدف مهم مهم هي ما غير يبغينا في هذا الصيف هي أن الأطفال أنا مشتوم شي حاجة وهذا مدخلوا شي حاجة لي عمرها ما كانت فشاون محمد تنبالي ولا غالي دالي شي مساء الفيديو هذا أقولي نعترف بحقيقة سنة كثير من 30 سنة 91 91 91 91 تحقت من المراهد الشيل تحقت 90 واقع لأول بنعهد العلي الفان مسرحي من المراهد الوقت وما تبدلت يش لا وفز لا ما تبدلت ولا تبدلت فيك شي حاجة نفس حاجة زادوك الفلوس يمكن الله ما زيد وبارك أخي زادو يكرا بس أنت عندك مشكلة الفلوس دائما تزاد لي الفلوس زي ما تزادوا الفرق الوحيد بين الصورتين والمجهد إلا الغينة بالغينة الفاحش والطراء الفاحش الله يبدي الله يبدي أنت الوحيد اللي تقدر عن الفلوس أنا واقعي نختم بصورة والتعليق لسامي أقريو طبعا المدينة الرائعة هذه الصورة شيئة جمعية اللي كنت في خمسين درهام قديمة وكنا نحن مفتخرين في خمسين درهام القديمة لأنك من اللي تتقدر على الشون توعد ما يعرفون لكن كل ما هذه خمسين درهام خمسين درهام القديمة ماشي ديالدابا مدينة الساحرة مدينة الزرقى ومدينة الرائعة فلن تشكو ديالد ما عندنا مش مصرح في الشون كان مشروع ولكن نسمي كان زيارة جلالة مالك 2006 على ما أضلو لألفين المشكلة أن المركب الثقافي كان متعدد في الكورة وهذا هو المشكلة هذو الناس اللي يبغيوا يخلقوا قاعات رخصهم القاعة تكون فيها الرياضة والهند والثقاف المسرح وكل شيء فانسي سكيفي ما يمكنش بقى مسرح هوا الطلق اللي ما يمكنش يتشاغل فيها في المسرح وكانت دار الشباب اللي تربينا فيها قاعة صغيرة خصنا المسرح كأن هذه المدينة تستحق مسرح بكل معنى الكلمة تستطيع ترافع أمام المسؤولين باش يكون هاشتاق هاشتاق المسرح ليش شون تستحق أحسن المسارح هذه المدينة إن شاء الله يسمعون النداء شكرا لك سامية أقريو سمح لنا قشترنا عليك شيش فيها أنا راكك نكون في الأخر يا شباب نشي بالزاف أنت سمح لي لا أنا أوتاني لا بالعكس خصحت معك مرحبا على الرأس العين شكرا لك مرة أخرى سامية أقريو شكرا للطاقم الفني اللي رفقنا في هذه الحصة مشاهدين نطلقوا من بعد رمضان إن شاء الله والاستمرار اشتركوا في القناة